اللي قدامك دي مش معركة بهدف السيطرة او الهيمنة ولا هي اخناقة بنوحوش برية على فريسة مصطلنة اللي في النص قدامك ده مش دي بغلبان ولا حاجة زي ما افتقرت ولا اللي حواليه دول وحوش ما عندهمش قلب مت كاترين عليه وبيحاولوا يفترسوه لان اللي في النص ده هو اللي معتدي ومجموعة الزئاب اللي حواليه دول هم جانب الخير في قصة النهاردة اهلا بيكوا في ارض العجايب في الفيديو ده هتشوف جانب عمرك ما شفته او تخيلت تشوفه عن الزئاب زي ما انت شايف الفيديو بيبدأ بمجموعة للزئاب وهي شايلة بين سنانها اشبالها او صغرها وبتنقلهم من جحر للتاني في محاولة منها لحمايتهم عايز اقولك ان دي الطريقة اللي بتحمي بيها الزئاب اشبالها وفجأة بيظهر عليهم الزئب او انسى الزئب اللي دخلالهم دلوقتي واللي تعتبر غريبة عن المجموعة بتاعتهم جاية وفنيتها هدف واحد الزئاب البلغين لا الاشبال الصغيرة بتبدأ المعركة واللاربع زئاب بيقفوا في وش الزئب المعتدي استماتة حقيقية بنشوفها في الفيديو من الزئاب وهي بتحاول تحمي اشبالها انسى كل اللي فات وركز قوي في اللقطة دي واحد من ضمن الزئاب ومش عارف ازا كان زكر او انسى بيترمي على الحفرة اللي فيها الاشبال بعد ما الزئب المعتدي حاول يوصلهم لا بيترمي بجد بيقفل الحفرة بجسمه الا ان الزئب المعتدي بيقدر يوصل للحفرة وبيدخل وهنا بتيجي لحظة الحسم الاربع زئاب جروا الزئب المعتدي حرفيا بتعبير البشر كده سحلوه على الارض وقدروا في النهاية انهم ينتصروا ويحافظوا على اشبالهم ويتردوا الزئب الغريب ويرجعوه مكان ما جه فيديو بيورينا جانب عمرنا ما شفناه للزئاب اللي اشتهروا وسطنا بالغدر والخيانة اللي انه الجانب البطولي ده يخلينا نفكر الف مرة قبل ما نوصف حد بانه ديب وفي الاخير اتمنى يكون الفيديو عجبك هكون سعيد جدا لو انضميت لأسرة القناة واشتراكت دلوقتي وهكون اسعد لو عملت اعجاب بالفيديو واشوفك الفيديو اللي جاي على خير